صباح الخير او مساء الخير عليكم ايان كان الوقت اللي بتسمعوا في الفيديو برحب لكل المشتركين معي في القناة كمان برحب بالمشتركين الجداد وبقول لكم اهلا وسهلا وبقول لك لو انت لسه جديد معينا واول مرة تسمعنا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد اه القناة تكبر بيكم وليكم وعندي مفاجآت لسه كتير ان شاء الله هعملها في الفترة اللي جاية اه هنقول النهاردة الكراءة العاطفية لموليد برج الجادي بس هرد بخصوص الاسئلة الخاصة اه انا ردت اه على كتير جدا منها افتر من 90% من الاسئلة ردت عليها ولسه هرد على الباقي اه بس اللي كتب سؤال خلاص اكتبه وبس انا هشوفه ان شاء الله اه لان كلكم مستعجرين وكلكم بتقولولي حالا وكلكم لا في اوقات انا بخصصها للقراءة للرد على اسئلة اه لاني شرحت لكتير جدا ان الكراءة عبارة عن طاقة اه لازم اه بقرة شوية بعمل فيديوهات شوية لكن لازم ارتاح شوية عشان استجمع طاقتي عشان اقدر اكمل الكراءة تاني او افتح الكروت تاني اه يا ربي نكون متفاهمين ومتفقين اه نروح بقى للكراءة بالنسبة انا مستماعها متزوجين ومنفصلين ومطلقين اه او الزب وغير مرتبطين دلوقتي هنقول بتاعة المتزوجين المتزوجين من برج الجدي اه انا شايفة طاقطق هنا اه انا شايفك عندك مسئولية كبيرة جدا مسئولية كبيرة جدا فوق طاقطق وفوق احتمالك اه تعبان يعني حس ان انت شايل حمل شايل اه هموم او شايل مسئولية بالفعل يعني ممكن تكون عندك التزامات او عندك حاجات كتير بتعملها انت في الوقت الحالي حس ان هي تقلت عليك جدا اه كمان شايفك في حاجة عملتها او في حاجة بانتها او في حاجة قدمت فيها لكن مخدتش منها مقابل انت قاعد نستني قاعد نستني اللي انت عملته ده اه نتيجته هتكون ايه اه كمان شايفك حاضر شوية في الفترة دي اه في العلامة يعني مشاعرك انا بكلم هنا المتزوجين يعني اه خايف كده وقلقان من حاجة او مش مدي الامان شوية اه هنشوف دلوقتي من اين عاملة جزئين اه جزء ايه هنا بتاعك وجزء الناحية دي للطرف التاني اه شايفه علاقة الزواج دي اه يعني فيها ايوة شوية حب فيها حب من الطرفين اه لكن العتاب فيها كتير المشاكل فيها كتير الحيرة فيها كتير يعني مش يعني وقت الحب فيها ام شوية صغرين اه فيها كمان غمض فيها حد ممكن يكون اه يعني محتار في الطرف التاني او في حاجة مش فاهمها او مش عارفها عنه او في حاجة عايز يتاكد منها اه انت ممكن تكون يا برج الجازي انا شايفاك عايز تمشي ممكن تكون عايز تمشي عايز تبعد اه بس مش شايفاك بعد زعل انا شايفاك اه عايز تفكر مع نفسك عايز اه يعني عايز تلاقي حل عايز تشوف اه ترجع بحاجة افضل يعني انا شايفاك انت عامل كده يا برج الجازي عايز تمشي عايز تبعد بس مش اه بس ماشي منتز علان يعني اه شايفاك كمان هنا التواصل في في الافكار او في يعني او في الكلام او كده شايفاك في عنف شوية بينكم انتو الطرفين شايفاك في عنف شايفاك في عتاب ومشادات كتير جدا اه شايفاك في اختلاف كمان انتم ممكن تكونوا اتنين مختلفين عن بعض شايفاك في اختلاف اه بعضكم ممكن يكون اه بيخبي علاقة يعني بيخبي علاقة هو يكون فيها ده هيكون من البعض مش للكل برج الجازي بيخبي علاقة بيحاول يدفع عن نفسه اه فيها لكن شايفاك اه شايفاك هتاخد قرار قريب ان شاء الله يعني شايفاك هتاخد قرار اه بينك انت اللي تكون مسيطر على العلاقة العاطفية اللي انت موجود فيها او العلاقة الزوجية اللي انت موجود فيها هتاخد قرار ان انت تكون مسيطر ان انت يكون لك رأي لك كلمة انت اللي بتتحكم بس مش هتزلم الطرف التاني. يعني انت في نيتك انك انت اللي تمسك كل حاجة في ايدك لكن من غير ما تسبل محدد. ده تفكيرك انت. لكن انا شايف عتاب كثير بس ممكن يكون بعد العتاب ده فيه صرح. وممكن تكون كمان بالنسبة لبعضوكم دي علاقة زوجية قديمة عن حب اللي بعضوكم كمان ممكن تكون مرتبط بشخص كان مرتبط قبل كده. او في علاقة سلسية يعني هو مرتبط قبل كده. شايفك في حاجات مش فاهمها يا برج الجادي ده بالنسبة لوضعك انت. الطرفي التاني بقى الزوج او الزوجة. اا يعني انا شايفة انت مع طرف متحفز شوية. اا عنده فعلا شوية همود. اا فيه بتحفز. بس الطرف ده تعبان. يعني الطرف ده تعبان متضايق. اا ممكن للبعض اا الطرف التاني يكون مسافر او يكون بيفكر في سفر او تكونوا من بلاد مختلفة. اا في وضع انتو فضلتوا فيه الوضع ده فضل متعلق لفترة. اا او هو بالنسبة للطرف التاني هو مفيد المتعلق معك في وضع من فترة. لان هو كان مستني منك حاجة وانت معملتهاش. يعني كان مستنيك انك تعمل حاجة انت او مستني انك تقدم حاجة وانت ما قد انتهاش والوضع ده متعلق وانت واقف على فكرة. يعني او هو شايفك كده. دي نظرة الطرف التاني. بالنسبة لك. اا في حب. اا في حب. علاقة روحية في علاقة روحية. لكن في حزن. في حزن. في جمود. في وضع متعلق. في خسارة. اا في غمود كمان. اا في حد قلبه مقصور. ممكن الطرف التاني يا برج الجدي يكون حاسس انه قلبه مقصور منك. يكون حاسس ان انت خدعته. اا ممكن يكون القراءة عكسية. ااا. لكن الطرف التاني هو عايز ياخد قراءة. يعني عايز يحسم المسألة دي. انا بتكلم هنا بالنسبة للمتزوجين. في مسألة في علاقتكو. هو محتاج ان هو يحسمها. ممكن يكون منعزل عنك شوية. ان هو بيفكر. اا. محتاج يفكر بحكمة. اا. او محتاجك انت تفكر اا. يعني تشوف الطريق او تشوف الحياة او تشوف العلاقة. محتاجك تشوفها بشكل تاني. اا. هو شايفك كمان حد كويس. يعني هو بيشوفك حد كويس. بيشوفك حد ناجح. بيشوفك حد ليه مستقبل. بيشوفك حد عملي. او بيشوفك حد ممكن. يعني اي حاجة بتدخل فيها او اي حاجة بتعملها. انت بتقدر تنجح فيها. عندك طموح. عندك يعني قدرات خاصة بانك تحقق اللي انت عايزه. اا. كمان بالذيت لو انت ست من برج الجدي هو بيشوفك متميزة. بيشوفك مستقلة بذيتك. يعني شايف عندك حاجات كتير وميزات كتير حلوة. وفي حب كمان. لكن في وجع كتير جدا في العلاقة دي. في واجع كتير فيها. النصيحة بتاعتك يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين. اا. يعني ممكن يعني بيقول لك هنا انه اظهر مشاعرك. اتكلم مع طرفك تاني. قول اللي في قلبك. قول اللي انت بتحس بي. بلايش طول الوقت تفضل اا مخبي او كاتم او مش عايز اا او مش عايز تباين. لا اظهر مشاعرك. اتكلم اا اا يعني اوصلوا مع بعض الحاجة. في نفس الوقت يعني استعمل الحكمة. يعني مش شرط عشان تظهر مشاعرك انك اا يعني تكون متهور او انت تفتكر ان انت كده حد اهوج او انت بترمي نفسك. لا. كل حاجة ممكن تتصرف فيها وتعملها مضبوط وتعملها بحكمة. قدم العرض بتاعك او قدم الخير بتاعك او العطاء بتاعك اا بشكل اا انت تشوفه ان هو يليق بك. اا اا ممكن كمان للبعض نصيحة بتاعتك انك تستشير حد. يعني ممكن تسأل حد او اا انت في حاجة مش بتظهرها ممكن ان انت في حاجة مش بتظهرها يا برج الجبل. اا اا شايفك مقدم كسك بس فاضي يعني مفوش اي حاجة. لكن انت عندك حب اظهر العواطف دي باينها كمان هنا انت قافل على نفسك وقافل كده على كل حاجة جوا حضنك مش مباين اي حاجة. لا اظهر كل حاجة. اا الطاقات اللي موجودة معي في الكراءة. موجود معك الطاقة الترابية. موجود معيك الطاقة الهوائية. والنارية مش كتير قويان. اا الابراج اللي موجودة شايفة عزراء. شايفة حمل. اا شايفة شور. شايفة ايه تاني? اا شايفة سرطان. شايفة جوزاء. شايفة قوس. اا شايفة اسد. دي طاقات ودي الابراج اللي موجودة معي. او في جوزاء ده اهو هنا تاني في اسد. هي دي الابراج اللي موجودة معي يا برج الجدي في الكراءة للمتزوجين ونروح للمنفصلين والمطلقين. كراءة المنفصلين والمطلقين هنقيمها اا تلات مراحل ماضي حاضر مستقبل ونصيحة وهنشوف كمان ايه اا شعور الطرف التاني من ناحيتكو ايه علشان لو حد بيسأل عن رجوع. اا الماضي بالنسبة لك برج الجدي منفصلين ومطلقين هقولك تقطك الاول في الفترة دي. انا شايفة طاقة الانفصال. طاقة انتهاء علاقة بالفعل يعني. اا شايفة بعضكم ممكن يكون لسه بسس على الماضي او لسه مستني رجوع علاقة من الماضي. اا شايفة جرح كبير جدا في القلب وممكن يكون في انفصال او في طرف تالت في الموضوع او يكون الانفصال بسبب كده. اا الاول انا شايفة كنت في الماضي برج الجدي. اا يعني انا شايفة كنت في علاقة حب كويسة علاقة حب سعيدة. اا فيها فعلا فعلا يعني في الماضي فعلا دخل طرف تالت. والقراءة دي تتقى اللي موجودة قدامي. يعني ممكن يكون ده عند البعض. ومش شرط الطرف التالت يكون اا حبي يعني او شخص تالت. يعني ممكن يكون اي اطراف. اا يعني شايفك في الماضي انت عانيت كتير بعد ما كنت سعيد في العلاقة دي انت عانيت كتير جدا ممكن بعضكم يكون بيتعمل مع شخص مسافر او من بلد تانية او اا او صفافة تانية غيره يعني فيه اختلاف بينك وبين الشخص التاني. اا في اختلاف وفي بعض. ممكن بعضكم في بعض في المسافة. لكن انا شايفة في في العلاقة دي في الانفصال ده طرف تالت بجدارة. في الطاقة وفي القراءة. فدي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا شايفتكم تعبان بتعيني جدا من العلاقة دي ممكن يكون انت يا برج الجدي اللي قررت ان انت تبعد او او تعبك ده بسبب ان الطرف التاني قرر فجأة اا ان هو يبعد. اا وينهي العلاقة دي يعني انا شايفة علاقة زواج اا منتهية. وممكن ما تكونش كانت زواج لكن في عندي هنا كتير زواج. اا اذا فى الوقت الحاضر بالنسبالك انت لسه بتفكر في ماضي. لسه بعضكم اا ممكن يكون في انفصال لكن مفيش اا طلاقة. ااا لسه بتفكر اا برجوع بسهة بتقول ان ممكن اا يعني عندك الزواج لد يعني انت عندك هنا بالنسبالك انا شايفك في الاول في وقتنا ده انت متكتف. انت في وضع مش شايف حاجة مش قادر تقدم خطوة ولا تاخر ولا تكترف ولا تعمل حاجة. انت في وضعك الحالي انت متكتف ومقيد مش قادر تعمل حاجة. كمان شايفك بتدفع عن نفسك. ممكن تكون بتدفع عن حياتك. ممكن تكون لسه مصمم ان العلاقة ما انتهتش. اه مصمم انك ترجع الطرف التاني ليك. اه في هنا برضو طرف تالت نفس الموضوع. اه في هنا برضو عندك في الوقت الحاضر. اه دي يعني هدم علاقة لزا تاور. دي هدم علاقة. يعني علاقة خلاص هي انتهت. اه كمان عند بعضكو هي انتهت باسلوب مش حلو. يعني الطرف التاني او انت وكلنا نخلي بالنا ان القراءة ممكن تكون عكسية. الطرف التاني لما نهى العلاقة يا برج الجدي كان بطريقة يعني لما مشي مشي بطريقة مش كويسة. هد المعبد علي فيه ومشي بشكل مش كويس. تب النسبة المنفصلين والمطلقين اه اه يعني يعني بعضكو الطرف التاني ده او انت يعني كم مسيطر عليه طاقة اه طاقة خبيثة طاقة قوية مسيطر عليه شهواته ورغباته اه يعني ما بسش لاي حاجة ما عملش حساب اي حاجة كل اللي مسيطر عليه اه شطانه يعني هو ماشي شطانه بس هو اللي مسيطر عليه وان هو ينهي العلاقة دي شايفك اه بعضكو على فكرة ممكن يكون بيفكر ان هو يبعد تماما انا شايفك مكتئب منعزل اه بتبص على خسارة اه لكن على فكرة انتو عندكو خطوات كويسة في المرخلة اللي جاية ان شاء الله من ناحية العلاقة اه شايفك كمان كتير حذر في الوضع في الوقت الحالي اللي احنا فيه لان ديك رائعة الحاضر كتير حذر كتير بتحافز يعني على نفسك على مشاعرك اه او تكون بتدافع عن نفسك تكون اه متهم بحاجة او حد بي اه بيلقي عليك لوم او الخطأ في حاجة وانت بتدافع عن نفسك اه اه قافل مشاعرك خالص اه ممكن يكون بعضوكو اه جيلو رجوع ورفض يعني رفض الرجوع بالذات العلاقات اللي فيها اه علاقة ثلاثية انا شايفك هنا قافل على نفسك خالص اه شايفة في الوقت الحاضر فيه بلوكات بلوك 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 كتير اه ورفض للطرف الاخر او رفض الطرف الاخر ليك يا برج الجدس المستقبل بتاعك عن قولي التقاتي الموجودة الاول عشان انا دايما بنسى الطاقات بندمك في القراءة وبنسى الطاقات انا شايفة معاك في القراءة دي طاقة اه نارية مائية اه هوائية كمان اه شايفة جطرابية كل الطاقات موجودة كل الطاقات موجودة معاك في القراءة برج الجدس اه الابراج اللي موجودة شايفة سرطان. شايفة الميزان. آآ شايفة العقرب. شايفة الحمل. الصور. الجديل. الطاقة بتاعتك. وممكن تكون بتتعامل مع شخص برضو من نفس البرج من برج الجديل. آآ لو شفت حاجة تامي هقول. لكن هي دي الابراج اللي انا شايفها حالين قدامي. والجوزاء. والكوس. دول حالين. لكن كل الطاقات موجودة. آآ نروح للمستقبل بتاعك ان شاء الله. انا شايفك يعني انت في عندك علاقة حب. جاي لك. علاقة حب آآ لكن يعني ممكن تكون تقليدية. او ممكن تكون هترجع العلاقة من الماضي تاني. او تكون انت بالفعل حاليا في عندك علاقة حب. والعلاقة دي هتكمل بس فانا شايفك آآ يعني حذر وغامض في العلاقة دي شوية. يعني مش مش ميدي الامان قوي او في حاجة مش واضحة بنسبلك هي. علاقة حب هي متبادلة على فكرة لو بتسأل هي متبادلة من الطرفين. لكن انا شايفك انت حذر ممكن دي يكون بسبب آآ حاجات انت تعرفت لها في الماضي فانت قررت انك ما تكونش زي الاول تاني. شايفك عندك غامض شايفك حذر شوية في العلاقة. وده ممكن يكون من ناحية الطرف التاني اللي معاك. او اللي هيكون معاك في العلاقة. لكن هي علاقة حب متبادلة. آآ شايفة كمان آآ يعني في المستقبل هيكون عندك حكمة اكتر آآ آآ ندوك فكري وعقلي اكتر آآ يعني بسبب كل الحاجات ممكن يكون بسبب يعني القدر هنا عجلة الحظ هنا هتكون في صالحك لو انت تفكيرك كده. يعني انت هتفكر بعقل جدا آآ كتير في المرحلة اللي جاية هتكون منعزل هتكون بتفكر كتير كل امورك آآ بالعقل والحكمة هتحكمهم اكتر من العاطفة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. آآ يعني شايفك ثابت ثابت في الفترة اللي جاية وانت اللي بتكرر وانت اللي بتختار عندك آآ يعني حرية وعندك انطلاقه كده في المرحلة اللي جاية آآ مش هتكون خايفة على حاجة مش هتكون خايفة على حد آآ يعني بتتصرف بقى فوية في نفس الوقت المشاعرك انت مخلي بالك منها في الفترة اللي جاية ومحافظ عليها. لكن من وقت للتاني انت شوية بتبص على الماضي. ممكن يكون كمان الاكتر اللي هما آآ حصل معاهم غدر او خداع او موضوع طرف تالت او اللي احنا شفناها هنا اللي هو يعني الحبيب اللي مشي ومن غير اسباب او بطريقة مش كويسة يعني هد الدنيا بشكل مش كويس انت شوية هتكون حزين او زعلان على حاجات انت عملتها في دي قدمتها وآآ واخسرت فيها يعني. آآ بعضكو عنده اخبار حلوة كمان فيها اجيلك اخبار حلوة اجيلك بسرعة في الفترة اللي جاية آآ فيه كمان عندك امنية وانت متحمس جدا بان انت تنفذها. برج الجادي في عندك امنية نفتك تتحققها ومتحمس قوي لتحقيقها وان شاء الله الامنية دي موجودة عندك هتتحقق وممكن دي اللي انت تسمع عندها اخبار في الفترة اللي جاية ان شاء الله واحتمال كمان لان هي جانب الكارت بتاعك احتمال تكون با يعني بخصوص حد من الماضي بخصوص شخص من الماضي آآ يرجع. ايه تفكير الطرف التاني اللي انت منفصل عنه آآ فيك يا برج الجادي. آآ يعني هنا ممكن يكون شايف ان هو خدعك ان هو ظلمك او يكون هو مخدوع او يكون هو مظلوم آآ هو متدمر او شايف ان هو دمرك يعني هو آآ يعني جابك ارض عالاخر يعني آآ ممكن يكون ضميره بيقنبه وحاسس باااا بحملة قيل آآ فيه تردد كمان بعضوكم لو يعني فيه رجوع آآ لكن هو متردد مش قادر ياخد قرار من ناحية رجوع لأ حاليا مش عارف ياخد قرار في ان هو يرجع آآ يعني هو خايف ممكن كمان يكون خايف من عتاب خايف من لوم آآ خايف من تدخل اشخاص تانين يعني فيه غنة خوف انا شايفة وفعلا شايفة لو هو رجع آآ ممكن يكون بعضوكم يعني متحلف او حاجة فيه عتاب قوي هيحصل لو الطرف التاني رجع وهو عارف كده آآ شايفة ممكن يكون بيفكر ان هو يرجع آآ بس بطريقة غير مباشرة بيشتغل على كده على فكرة يعني هو قاعد آآ يدأدأ كده مع نفسه هو شغال على كده ممكن ان هو آآ يكون يرجع بطريقة غير مباشرة او ان هو ما يعرضش نفسه للعتاب القوي اللي ممكن يتعرض له ده هو كمان عايز يعرف اخبار عنك ممكن يكون عايز يعرف اخبار عنك هو آآ يعني شايف ان انت غامض شوية او في حاجات مش واضحة بالنسبة له عايز يتأكد من حاجة عايز يعرف انت مرتبط ولا مش مرتبط انت عرفت حد تاني ولا لأ يعني ممكن يكون هو ده تفكيره لان هو في حاجات هو مش عارفها ومش قادر يعرفها في الوقت الحالي آآ زي ما قلت انتو عندكو في العلاقة في تدخل اشخاص كمان يعني في علاقات هنا انتهت بسبب تدخل اشخاص تانية غيركو في العلاقة آآ انتهت بمشاكل كتير الطرف التاني شايف كده شايف ان في ناس بتدخل في العلاقة آآ علاقة حصل فيها مشاكل كتير جدا آآ لكن في تأخير شوية في الرجوع لان الرجوع في قلق وفي خوف وآآ وفي حد مجروح جامد وآآ وفي حد خايف من عتاب ولوم او تدخل اشخاص تانيين فاللجوع نيته موجودة لكن في قلق شوية من ناحيته آآ النصيحة بتاعتك بالنسبة المطلقين والمنفصلين بورد الجادي. آآ يعني انت هو بيقولك يعني ان انت تعبان جدا آآ هو شايف كمان اطار وشايف انك في امور انت اديها اكبر من حجمها هي مش بالمعنى اللي انت شايفه او هي مش بالصورة السيئة او السلبية اللي انت شايفها آآ حاول تفتشفي آآ تقعد مع نفسك شوية آآ تراجع اخطائك او اخطاء الطرف التاني آآ تفكر في الموضوع بشكل يعني بس وانت مرتاح مش وانت مشوش وتعبان او بتفكر في السلبيات او بتفكر في المشاكل اللي خاصدت لك لأ. ابعد عن كل ده وفكر بهدوء. بعدها هتلاقي حلول كتير يعني بص هنا بعد ما انت فكرت بهدوء. هنا بيقولك انك في عروض كتير حلوة قدامك في عرض كمان في عرض يعني يا رباني من عند ربنا في خير هيجي لك ان شاء الله آآ في حب حواليك يا برج الجادي بس انت مش شايفه انت باصس على حاجة معينة هي اللي انت عايزها او بعضكم فعلا يكون بيفكر في الرجوع للماضي آآ حاول تتغلب يكون عندك صبر وتتغلب على كل مشاكلك وعلى كل حاجة حصلت لك وتسيطر على المشاكل والطاقات السربية اللي حواليك علشان توصل في النهاية يعني الكروت ترتيبها بصراحة عجبني جدا. آآ لعلاقة كويسة لحاجة كويسة انت بتفكر في الارتباط بتفكر في حب بتفكر في نجاح علاقة ده اللي انت هتوصل له ان شاء الله بس بعد ما تسمع النصيحة دي بترتيبها كده اللي احنا قلناه كل ده هيجي لك كل ده عندك كمان فيها استقرار هيكون مادي ان شاء الله آآ عندك استقرار مادي في المرحلة اللي جاية مع العاطفة ان شاء الله في حاجات كمان كتير بعد ما تعمل كده في حاجات سيئة كتير جدا انت هتسيبها ورق تسيب ماضي سيئ جدا وكان متعب كتير بالنسبالك هتنتهي منه تماما وهتروح لحياة جديدة تانية خالص فيها حب وفيها عطاء متبادل آآ في المرحلة اللي جاية بس تتخلص من الطاقة السلبية حاول تسيطر على وضعك وعلى مشاكلك وآآ ومتاخدش الامور بالسوق القوي اللي انت شايفه عليه حاليا هي مش كده ترو بيقولك ان الموضوع مش عامل كده آآ متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب آآ ونروح للعاذبين والغير مرتبطين من برج الجديد الكراءة نسبة للعاذبين والغير مرتبطين هتكون عبارة عن ماضي حاضر مستقبل آآ هنشوف ايه حصل معاك في الماضي وايه يحصل معاك بيحصل معاك حاليا وإيه اللي هيحصل في المستقبل ان شاء الله والنصيحات لك الطاقات الموجودة الاول في الكراءة شايفها الطاقة الترابية وشايفها الطاقة النارية والطاقة الهوائية والطاقة برضو موجودة آآ آآ الابراج اللي موجودة شايفها برج العقرب آآ برج السرطان آآ برج الأسد آآ برج الميزان آآ برج السور آآ برج الجوزاء برج الآآ آآ برج العزراء وبرج الحمل آآ كتير ابراج موجودة آآ ندخل في الكراءة الطاقة بتاعتك الاول انا شايفك آآ حاليا في الوقت الحالي شايفك في حاجة محتار فيها او في حاجة انت عايز تعرف حاجة عنها او حاجة عايز تعرفها آآ بس ده بالنسبالك في الوقت الحالي آآ يعني فيه كمان مسئولية عندك يا برج الجدي فيه حاجة حاجة قوية انت شايل المسئولية بتاعتها عندك مسئولية تقيلة آآ شايفها اكبر من طاقتك آآ شايفك بتشتغل على نفسك كتير ممكن عشان المسئولية اللي عندك دي او بتفكر فيها كتير يعني هي حمل كبير بالنسبالك آآ لكن شايفة فيه تقدم في حالتك في المرحلة اللي جاية ان شاء الله في التحسن في الطاقة بتاعتك انت يعني بعد كده عندك انطلاقة وعندك آآ يعني عندك ادوات كتير جدا ممكن تستعملها في المرحلة اللي جاية عشان تتغلب على التعب اللي عندك او المسئولية الكتير اللي عندك دي وكمان علشان توصل للحاجة الغمضة ان انت عايز تعرفها او ان انت عايز توصل لها دي او بتفكر فيها في الوقت الحالي آآ ايه حالتك في الماضي؟ انا شايفك برج الجاية في الماضي انت عندك احداث كتير جدا يعني مش آآ يعني الماضي بتاعتك سري يعني في حاجات كتير جدا ماضي فيه تعب آآ فيه واجع قلب آآ فيه خداع وخيانة وآآ وفيه حب كمان يعني فيه حب ممكن يكون بعضوكو كان بيحب حد آآ ده قريبه زميله آآ جاره آآ حد معرفة قديمة حد معي من زمان او فميعرفه من زمان آآ يعني فيه كان فيه علاقة حب قوية لكن فيه غدر فيه سرقة فيه خيانة فيه بتعاد آآ فيه شايفك متقلم جدا شايفك مصدوم يعني مش قادرت مش قادرت نيم فيه حاجات آآ ما كنتش قادر تسيطر عليها في العلاقة احتمال للبعض تكون كنت في علاقة ثلاثية او في علاقة دخل فيها طرف تالت آآ يعني او يعني او انت كنت طرف تالت انت ناستك كنت طرف تالت في علاقة آآ وفضلت ان انت تبعد او الحد اللي انت كنت معاه ما كملش العلاقة وفضل ان هو يبعد آآ لكن شايفك تعبين انت تعبين بعد ما كنت في العلاقة دي انت كنت سعيد جدا يعني كنت عايش في حالة في يعني حالة زي الحلم بالنسبالك او حاسس ان ده احسن وضع او احسن علاقة حب بالنسبالك آآ وضعك الحالي برج الجدي آآ عزيب وآآ غير مرتبطين آآ ممكن بعضكم يكون في علاقة حب حالين في علاقة حب آآ خطوبة او آآ او ارطباط آآ يعني في ارطباط نوعا ما ولو ما فيش ارطباط انت في عندك ارطباط عندك زواج آآ يعني في عندك كمان يعني الارطباط والزواج ده آآ انت كنت مستنيه يعني في حاجة انت كنت مستنيها في المرحلة دي هتتحقق عندك ان شاء الله في عندك عرض حب احتمل للبعض تكون حد اصغر منك او انت اصغر منه يعني فارق عمري كتير او العقلية مختلفة آآ الحزن اللي عندك ده هينتهي برضو في حاجة غمضة انت بتدور عليها او الطرف التاني بيدور عليها عندك يا برج الجد في جمود كتير في العلاقات ان شاء الله كل ده انت هتسيبه يعني شايفاك سايب كل الحزن كل المشاكل ورايح لحاجات يعني العلاقات احسن وعلاقات اقوى آآ وفي المستقبل آآ بالفعل انت في حاجات كتير في الماضي ما اتهمت يعني انت في حاجات مش عايز ترجع لها تاني بالنسبة لك خلاص انتهت مش عايزها تاني آآ استشفيت منها كلها آآ هتقبل حاجات بتتقدم لك او عروض حب تانية بتتقدم لك آآ وضعك النفسي والاجتماعي والمجدي والعاطفي هيكون كويس جدا لان انت ظاهر لك في القراءة في المستقبل آآ كزا كوين يعني كزا كوين طلع لك في المستقبل آآ لكن من وقت للتاني زي ما قلت هتبقى شوية بتبص على الماضي او بتفتكره من وقت للتاني لان هو اثر فيك جدا في حاجة اثرت فيك جدا يا برج الجدي آآ في مرحلة قديمة من حياتك او مرحلة فاتت من حياتك انت مش قدر تنسيها آآ تفكيرك كمان وطريقة آآ آآ مشاعرك او تبادلك للحب كمان هتختلف هتغيرها هتبقى بتفكر بعقلك اكتر مش بعواطفك آآ عشان للمرحلة دي كوين فون آآ يعني تبقى واثق من نفسك آآ آآ واضع تكون فيه اقوى انت عايز تكون اقوى انت تعبت من الغدر تعبت من الانهزام مش عايز تاني تكون مرمي كده او مهزوم بالشكل ده انت مش عايز الوضع ده تاني آآ كمان هتبقى شاطر قبل يعني بتعرف تعمل حاجات كتير آآ بتعرف آآ يعني يعني فهمت الدنيا هتبقى ماشي ازاي فهتعرف تتعامل مع الشخص اللي قدامك بدميغه يعني مش هتبقى ممكن لو كان بعضكو عنده سزاجة مش هيكون عندك سزاجة تاني آآ انت اللي الطرف التاني هو اللي بعد كده هيبقى عايز يعرف انت ايه بتفكر ازاي هو اللي هيقدم الحب وانت اللي هتفكر تقبل ولا لأ آآ النصيحة بتاعتك آآ حاول ما تدخلش اي اطراف عندك كمان لو انت في امنية او حاجة عايزها تتحقق آآ حاول تتصدق طلع صدقة عشان الامنية دي تتحقق آآ هتوصل لوضع كويس جدا فيه ثبات وفي آآ يعني انا شايفاك راكز كده ماني مركزك جدا في العلاقات بعد كده فوضع كويس انت حاول تسعى لده آآ وما تدخلش حد وما تدخلش في آآ يعني مجادلات مع اشخاص بتزداد في الحاجات اللي تخصت علاقاتك العاطفية آآ لازم تقطع ده بينك وبين غيرك تماما في مرحلتك اللي جاية يعني لان هي طلع لك هنا في الكروت بتاعت النصيحة فممكن يكون في حاجات كنت بتدخل فيها اشخاص تانية او بتحكي عن حالتك العاطفية لاشخاص تانية حاول ما تعملش كده لانها كانت من ضمن اسباب انك آآ انك تفشل في علاقة قبل كده او حاجة زي كده كانت من ضمن اسباب آآ دي كانت الكراءة العاطفية بالنسبة للعزلين والغير مرتبطين مما وليد برج الجزي آآ هستنى رأيكم في التعليقات وآآ ما تنسوش اللايك شكرا